طيب بحسب الدراسات اللي بتتم في وزارة الصحة إذا ما استمرينا يعني إن شاء الله للحين وجود لقاح بهذا المعدل يعني أنا بضم صوتي صوت حضرك فيما يتعلق بمسألة الوعي وإن إحنا لازم نبدأ الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ولكن إذا ما استمرينا إن شاء الله بهذا المعدل هل فيه وقت محدد نقدر نقول إنه كورونا خلاص بينتهي من مصر أو هذا الوباء بيغادر بلدنا إلى الأبد إن شاء الله طبعا الأمراض المعدية هي حاجة ما صعب التنبؤ بيها يعني إيه اللي هيحصل فيها بكرة أو بعده لأنها الأمراض المعدية بتنتقف في الدنيا بخمس طرق أهمها إن هي بتنتقل عن طريق ممكن تنتقل عن طريق الهوى أو عن طريق الرزاز أو عن طريق التلامس أو عن طريق الوسائط النقلة للعدوى أو عن طريق العائل الوسيط زي بعض الحشرات طبعا الحمد لله الكوفيد نينتين ما بيتنقلش عن طريق الهوى بيتنقل بس عن طريق الرزاز فحضرتك مرض بيتنقل عن طريق الرزاز ما قدرش أقول إن أنا إيه اللي هيحصل وإيه الأعداد بتاعته في القريب العاجل إلا إما بوعي المواطن ويلتزم بهذا يعني حضرتك إحنا لو عايزين خلال أسبوعين تلاتة ما يبقاش عندنا إصابات لازم كل المجتمع تطبق سياسي التباعد ارتداء الكمامات في الأماكن اللي بقدرش أخلي فيها فاصل أو مسافة بيني وبين اللي قدامي التهوية الجيدة الاهتمام بتطهير الأسطح غسل اليدين أو دلكهم بيئة المطهرات والكحول هو ده اللي خليني أقول إنه ينحصل الوباء غير كده محدش يقول إن أنا هوصل لزيره إصابات يعني هم طرفين معادلة يا فندم ما ينفعش إن أنا أقول المرض هيختفي من نفسه لازم حضرتك في إجراءات تتعمل مجتمعية وإجراءات تتعمل صحية في المنشآت الصحية عشان أقول إن أنا وصلت لده الإجراءات الصحية بتطبق في جميع المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الوزارات الأخرى والجهات الأخرى الوعي المجتمعي أسهم إلى الآن في خفض معدلات الإصابة أكتر من النص اكتمال الوعي المجتمعي وإن نوصل لفعلا إن إحنا أكتر من 90% من المجتمع ملتزم هنبس هنلاقي هنقول الحمد لله ربنا حافظ بلدنا وإن شاء الله ده اللي هيكون إن شاء الله طيب عايزة أسأل حراتك دكتور بتشوف إزاي تحذيرات منظمة الصحة العالمية يعني في عدد كبير جدا من التحذيرات من الموجة التانية لهذا الفيروس بعض بيت ردد من أخبار إن إحنا عندنا موجة تانية في شهر 9 بعد الآخر في شهر 10 ربما الشتاء المقبل يشهد موجة صعبة من هذا الفيروس يعني بتشوف تأدير حضرك للموقف ده إزاي؟ وزاي في مصر إن نتجنب هذه الموجة إن كانت صحيحة يعني طبعا يا فندم هو لازم نفرق ما بين فيروس الكورونا وفيروس الإنفلوانزا هو علاقة الشتاء بفيروس الكورونا إن الشتاء فصل بيبقى سائع شوية وبارد عندنا والناس بتحب الدفع وبتقفل الأماكن وبتحب دايما تبقى متجمعة فهو يعني الأماكن المغلقة دي وعدم التهوية الجيدة وإن الناس تبقى قريبة من بعضيها والناس مشغلة تكيفات على السخن هو ده وطبعا مع دخول مدارس وجامعات وخلافه الازدحام ده هو لليه علاقة إن ممكن فيه فرصة الأمراض المعدية وخاصة مرض بيتنقل عن طريق الرزال زي الكورونا ممكن يزهر إنما الموجة التانية هو المرض لم يختفي من الدول التي ظهر بها